صراح الفنان طلعت زكريا أنه انتهى من تحضير فيلم رعب كوميدي بعنوان الزومبي ومن المقرر أن تشاركوا البطولة نيلي كريم طلعت أوضح أن اسم الفيلم مستوحى من قبيلة زومبيا جنوب أفريقيا وهي قبيلة من آكلة لحوم البشر الفيلم تدور كل أحداثه في المقابر ولم يتم الاستقرار على مخرجه حتى الآن وهو من تأليف طلعت وإنتاج إحدى الشركات الكويتية ومن ناحية أخرى يستعد لتصوير مسلسل ماني كوم بعنوان عائلة حاحة من تأليفه أيضا ويشارك في بطولته عبدالله مشرف وانتصار ورجاء حسين ولطفي لبيب وهو من إخراج أشرف فاي كان آخر أعمال طلعت فيلم الفيل في المنديل الذي عرض في مايو 2011 مع عريم البرودي ويوسف شعبان والطفلة من نعرفة بس خد بالك يا سعيد العملية لازم تتم بشرية تم ربما دخلت على الرجل الكبير في مكتبه راح قايم مبزوع من مطرحه مش هنزل مش هنزل مش هنزل لأنا مش مجنونة مش هنزل مش هنزل لأنا مش مجنونة